نهاردة الاهلي بيكسب اتحاد المنستيري اياباً 3-0 بعدما فاز زهاباً 1-0 احمد عبدالقادر وحمدي فتحي هدفين اداء رائع ونتيجة كبيرة قدام فريق محترم برامنز كمان فاز النهاردة على هلال الساحل بنتيجة كبيرة جداً 7-0 اهداف لحمد سامي وفخر الدين بنيوسف سجل 3 اهداف ورمضان صبحي سجل هدف واسلام عيسى سجل هدف ومحمد الشيبي سجل هدف بالمناسبة اسلام عيسى طرد في الشوط الاول لو ما كانش طرد اسلام عيسى زي ما قالتا كيس جونيوس الموديل فاني البرامنز كانت النتيجة هتبقى اكبر من كده كمان اكبر من سبع اهداف الملاحظ ان الزهور مبهر الزهور مفرح الزهور يسعد وانا دايماً بقول ورأيي ومش رأيي بوطنية وحب الكرة المصرية وكلام اللطيف ده لأ كرة كرة الاهل والزمالك هما الأكبر والأهم في دور الأبطال الأفراق على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الأجهزة الفنية على مستوى التشكيلة والقيمة التسوقية والأداء والتاريخ وكل حاجة فالأهل والزمالك الأقوى في دور الأبطال لو بتتكلم على مستوى التشكيلة في الكونفيدرالية فبيرامدز وفيوتشر هما الأكبر والأفضل بس لو بتتكلم على التاريخ ممكن يكون فيه فرق لها تاريخ في البطولة الأفراقية في الكونفيدرالية أكبر من بيرامدز وفيوتشر لكن لو بتتكلم كرة يعني وعلى مستوى التشكيلة والأجهزة الفنية فبيرامدز وفيوتشر يوصلوا نهائي ودور الأبطال المفروض أكيد الصحيح بدون مجادلة الأهل والزمالك يوصلوا نهائي دور الأبطال هتقول لي يا عمّة ما تبلغش بقى ما فيه التراجي وفيه التراجي النهاردة كان هيخرج من دور الأبطال الأفراقية كان فيه ضقتة كده حاولت النهاردة تواصل مع كابتن إبراهيم نور الدين عشان أفهم صحة قراره التراجي النهاردة كان بلاعب فريق ناجيري وكان فيه كورة اللي سجل منها التراجي هدفه وصعد به للدور القادم في دور الأبطال الأفراقية ضربة الجزاء تبدو أو المخالفة تبدو أنها من خارج منطقة الجزاء كابتن إبراهيم نور الدين حسبها ضرب الجزاء حالة جدل كبيرة طبعا والجريب أنها حالة جدل عندنا أكتر من عندهم يعني من عند أي حد إحنا اللي بنجدل أكتر يعني بس كورة تبدو أنها مش ضربة جزاء شكلها مش ضربة جزاء بس قلت يمكن الكابتن إبراهيم له دافع قانوني في هذا الأمر حاولت تتواصل معا ما عرفتش سألت بعض خبراء التحكيم قالوا لا مش ضربة جزاء خبالك كابتن إبراهيم نور الدين هو حكمنا الأول في مصر هو الحكم رقم واحد في القائمة الدولية فيارب ما يكونش خطأ هتقول لي يعني أنت ما شفتهاش إن هي مش خطأ أنا شايفها مش خطأ مش ضربة جزاء شايفها كده بس بحاول أدور على المبرر بتاعه ما شفهاش كان في حد دقصاده كان الحكم المساعدة المفروض يتدخل يعني في حاجة كان مفروض تحصل عشان هي شكلها في التصوير تبدو واضحة إنها مش ضربة جزاء أمو من يعني نوتا حمي شيني